السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء نستكمل معكم مادة اللغة العربية للصف السابع ونستكمل في درس أدب الأمثال سأقوم بقراءة الدرس في البداية ومن ثم نستخرج الأفكار الرئيسة والمعاني الجديدة للدرس أدب الأمثال المثل قول موجز وتعبير فصيح يضرب تعليقا على موقف في مناسبة معينة فيستحسنه الناس ويرددونه بعد ذلك في مواقف مشابهة ويرتبط المثل في العادة بقصة تفسره وتنبع أهمية الأمثال من أنها مرآة تعكس طبيعة الشعوب وثقافتها وتبرز مثلها العليا وتصف أحوال الناس الفكرية والاقتصادية والاجتماعية وتختصر بكلمات قليلة قصصا طويلة تشمل ميادين الحياة كافة اهتم العرب بأمثالهم فبادروا إلى تدوينها وكثرت المؤلفات فيها وأشهرها كتابا جمهرة الأمثال للعسكري ومجموع الأمثال للميداني وهذان مثلان عربيان سائران مع قصة كل منهما قطعت جهيزة قول كل خطيب أصله أن قوما اجتمعوا يخطبون في صلح بين حيين قتل أحدهما من الآخر قتيلا ويسألون أن يرضى أهل القتيل بالدية فبينما هم في ذلك جاءت امرأة يقال لها جهيزة فقالت إن القاتل قد ظفر به أولياء القتيل فقتلوا فقالوا عند ذلك قطعت جهيزة قول كل خطيب يضرب في من يأتي برأي حاسم يقطع فيه الخلاف وافق شن طبق كان رجل من دهات العرب وعقلائهم يقال له شن فقال والله لأطوفن في البلاد حتى أجد امرأة مثلي أتزوجها فبينما هو في بعض مسيره إذ لقيه رجل في الطريق فسأله شن أين تريد فقال موضع كذا يريد القرية التي يقصدها شن فرافقه حتى إذا أخذا في مسيرهما قال له شن أتحملني أم أحملك فقال له الرجل يا جاهل أنا راكب وأنت راكب فكيف أحملك أو تحملني فسكت شن وسارا حتى إذا قربا من القرية إذا بزرع قد استحصد فقال شن أترى هذا الزرع أكل أم لا فقال له الرجل يا جاهل ترى نبتا مستحصدا فتقول أكل أم لا فسكت شن حتى إذا دخلا القرية لقيتهما جنازة فقال شن أترى صاحب هذا النعش حي أم ميت فقال له الرجل ما رأيت أجهل منك ترى جنازة تسأل عنها أميت صاحبها أم حي فسكت عنه شن وأراد مرافقته فأبى الرجل أن يتركه حتى يصير به إلى منزله فمضى معه فكان للرجل بنت يقال لها طبق فلما دخل أبوها سألته عن ضيفه فأخبرها بمرافقته إياه وشكى إليها جهله وحدثها بحديثه فقالت يا أبتي ما هذا بجاهل أما قوله أتحملني أم أحملك فأراد أتحدثني أم أحدثك حتى نقطع طريقنا وأما قوله أترى هذا الزرع أكل أم لا فأراد هل باعه أهله فأكلوا ثمنه أم لا وأما قوله في الجنازة فأراد هل ترك عقبا يحيا به ذكره أم لا فخرج الرجل فقعد مع شنن فحادثه ثم قال أتحب أن أفسر لك ما سألتني عنه قال نعم فسره ففسره قال شنن ما هذا من كلامك فأخبرني عن صاحبه قال ابنة لي فخطبها شنن فزوجه الرجل إياها وحملها إلى أهله فلما رأوه قالوا وافق شنن طبقه فذهب مثلا يضرب في من يجمع بينهما توافق الآن أعزائي الطلبة نقرأ قراءة تفسيرية لهذا الدرس نبين من خلال هذه القراءة الأفكار الرئيسة للدرس أو ما هو المهم في هذا الدرس في البداية قلنا نريد أن يعرف لنا في هذا الدرس معنى المثل عرفه لنا فقال أنه قول موجز وتعبير فصيح يضرب تعليقا على موقف في مناسبة معينة إذن هذا هو تعريف المثل أيضا ركز هنا في هذا الدرس على أهمية الأمثال أنها مرآة تعكس طبيعة الشعوب وثقافتها في البداية وتبرز مثلها العليا وتصف أحوال الناس الفكرية والاقتصادية والاجتماعية أيضا الكتب أو المؤلفات التي كانت تكتب بالأمثال تدون الأمثال كتابة جمهرة الأمثال للعسكري ومجمع الأمثال الميداني طرح لنا أيضا مثلا المثل الأول قطع الجهيزة قول كل خطيب هنا طرح لنا قصة قصة أن جهيزة دخلت بين نقاش أو بين رأيان مختلفان فقطعت أي حسمت الخلاف بينهما وقيل أن هذا المثل يقال ويضرب في من يأتي برأي حاسم يقطع فيه الخلاف المثل الثاني وافق شن طبقة روى لنا في هذه القصة قصة شن وطبقة التي فهمت على شن ماذا يقول وأصبح هذا المثل متداولا بين الناس في من يجتمع بينهما صفاتان معينتان أي اثنان يجتمع بينهما صفة نقول وافق شن طبقة أيضا أعزائي الطلبة هنا قمت بتلخيص الدرس لكم المعاني الجديدة في الدرس مفرد جموع بعض الكلمات فقلنا في الجو النص أي الفكرة الرئيسة من الدرس هي المكان البارز للأمثال وأيضا المعجم والدلالة معنى موجز أي مختصر وقصير المثل العليا أي الصفات النبيلة بادروا إلى تدوينها أي أسرعوا إلى كتابتها عناية بها وطوف البلاد أي سار فيها وتنقل بين أماكن كثيرة أبا رفض أيضا هنا مفرد جموع الكلمات ميادين هي جمع ومفردها ميدان مؤلفات مؤلف أولياء ولي ودهات داهية الآن هنا تناولت هذه الورقة الأفكار الرئيسة الفكرة الأولى أهمية الأمثال في حياة الناس والفكرة الثانية الأمثال تعكس طبيعة الشعوب وثقافتها واهتمام العرب بأمثلتهم وأشهر الكتب التي تناولت الأمثال ستقوم المدرسة بتزويدكم بهذه الملخصات على موقع المدرسة المعتاد عليه هنا أيضا في الورقة الثانية دلالات الأمثال في الدرس كما تحدثنا قطعت جهيزة قول كل خطيب دلالة هذا المثل يضرب في من يأتي برأي حكيم يقطع فيه الخلاف والمثل الثاني وافق شن طبقة يضرب في من يجمع بينهما توافق وتشعبه الآن نريد أن نستخرج بعض القواعد من الدرس كما تعودنا دائما استخرج من النص فعلا ماضيا قتل فعلا مضارعا يستحسنه نعتا مرفوعا فصيح فكلمة فصيح تعبير نعت لتعبير اسما منسوبا العسكري الميداني ضميرا متصلا منها وأشهرها اسم إشارة هذه وذلك ضميرا منفصلا أنا نحن فعلا مضارعا منصوبا قلنا أن الأصل نستذكر الأصل في الفعل المضارع أنه مرفوع إذا لم يسبق بناصب أو بجازم وهنا سبق الفعل المضارع أحد أحرف النصب حتى فأصبح حتى يصير فعلا مضارعا منصوبا جمع تكسير دهاتة وعقلاء وفعلا من الأفعال الخمسة يخطبون نريد أن نعرب بعض الأفعال الموجودة في الدرس بادروا بادر فعل ماضي وهو الجماعة ضمير متصل مبني في محر رفع فاعل أن حرف نصب وأفسر فعلا مضارعا منصوب وعلامة نصبه الفتحة يخطبون فعلا مضارعا مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون سنقوم بحل أسئلة المعجب والدلالة قرأنا هذه المعاني ثانيا أمثال جمع مفرده مثل فما مفرد الكلمات الآتية ميادين ميدان مؤلفات مؤلف وأولياء ولي ودهات داهية ثالثا استخرج من النص كلمات أو تراكيبة تدل على معنى كل مما يأتي شائعان في الفقرة الثالثة سائران المال الذي يأخذه ولي المقتول الفقرة الرابعة الدية كان أو حان وقت حصاده في الفقرة الخامسة مستحصدا فرق في المعنى بينما تحته خط في كل جملتين متقابلتين قطعت جهيزة قول كل خطيب أي أنهات قطع أنس الشارع من ممر المشات أي عبر هل ترك الرجل عقبا يحيى به ذكره أي أولاد جرى حوار عقب الندوة الثقافية أي بعد نقول استحسن الناس المثل أي رأوه حسنا أكمل استعظم الأمر أي رآه عظيما استعذب النغم أي رآه عذبا استصعب السفر أي رآه صعبا سادسا عد إلى أحد المعاجم المتيسرة لديك وتعرف معنى كل من الكلمات الآتية فصيح أي يحسن البيان ويميز جيد الكلام النعش سرير يحمل عليه الميت حاسم أي قاطع الآن أعزائي الطلبة سأترك لكم أسئلة الفهم والاستيعاب لحلها على دفاتركم وأرجو منكم متابعة الأوراق التي سيتم تزويدكم بها على صفحة المدرسة دمتم بخير أحباء الطلبة ترجمة نانسي قنقر